حضرتك سعيدي من سوهاج صحيح وبتتتبع دراما السعيد ايه رأيك فيها؟ دراما السعيد عموماً كويس السعيد مميز جداً 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 كجغرافيا وكتاريخ ومن كل حاجة يعني ويستاهل ان تعمله دراما مئات الأعمال لأنه كمان أهل القاهرة والعاصمة بيستقبلوه استقبال مهم مشيق جداً بالنسبة لهم بعداته وتقاليده لما يتعامل بجد والسعيد كان في فترة من الفترات بيتعامل بشكل مش لطيف وبيتعامل بشكل كده كأنه أقرب للتريعة يعني والسخرية إلى أن ظهر كتاب محترمين زي السيد محمد صفق عامر وإحنا من بعد السيد محمد صفق عامر يعني قدمنا سعيد بنحترمه وصعيد حقيقي وشبه الناس شوية إلى أن يعني بعد كده تقدمت نمازج تانية أنا ما حبتهاش يعني من يكتب عن دراما السعيد لابد أن يكون سعيدي مثلاً ولا مطلع بشكل جيد على المجتمع الصعيدي يكون على دراية بيها زي مجتمع بحري زي المجتمع السحراوي يكون على دراية بيها يكون على دراية بيها وعارفها ومشوخدها كده عشان يعني الناس تتفرج على حاجة بندحك ما يبقاش الصعيد بالنسبة له لهجة ما يبقاش الصعيد بالنسبة له زي ما يبقاش الصعيد بالنسبة له أنه ها ناس صوتها عالي ومسكة بنادق لا الصعيد أعمق وأجمل مختلف تماماً طبعاً وأجمل الحقيقة صحيح زي ما حضرتك بتقول